لا يجوز الاصابة من بعد ولا يجوز ان هناك اي مجال للاصابة. ان كان هناك اصابة لا يجوز لوزارة الصحة طبقا للقانون. ان تجبر اي مواطن عن اللقاح. المواطن مجبر عن اللقاح اليوم لان ما يقدر يسافر. ناس مجبورين عن اللقاح اللي بيروح للسعودية ويجي لازم بي سي آر. شنو فايدة التطعيم ليش اطعمه? انا انا طعمت المواطن لاجه معطي ميزة. انا طعمت اليوم. ولازم ياخذ بي سي آر مرة ثانية. خاصة الناس الوحول المناطق القريبة من الكويت لذلك القانون لما عطى الوزير الصحة الصراحيات المطلقة في فرض التطعيم يجب أن تكون هناك حماية تامة من هذا المرض طالما هذه الحماية موجودة فطبقا للقانون لا يجوز إجبار المواطنين على التطعيم من ناحية مبدئية إضافة إلى أمر آخر معاهدة الدولية التي فيها جزء منها والتي اشترطت أن تكون هناك يعني دليل قاطع على عدم وجود الإصابة مرة أخرى أو الموافقات المستهلة على ما يتسمى هذا الأمر اتفاقيات الأهد الدولي للحقوق الإنسان اتفاقية نونوربيرغ كثير من الاتفاقيات التي تنص وتنص بشكل واضح وقاطع على لا يجوز التطعيم أو إجبار أي شخص على التطعيم إلا إذا كان هناك يعني فائدة من التطعيم ألف بالمئة